كل ما تطلع علينا شمس وناخد نفس كده ورئتنا تتملي بالأكسوجين ونطلعه وما فيناش حاجة لازم نحمد ونشكر ربنا يوميا طيب ايه الفرق بين الحمد والشكر؟ يعني ازاي يحمده وازاي يشكره؟ هل في طريقة يعني للشكر؟ وهل في طريقة للحمد؟ كل ده دي يعني مكتوب لنا كده احنا نحمده ازاي ونشكره ازاي في القرآن الكريم فضل الشيخ احمد الصباغ عملينا حلقة غاية في الروعة عن الحمد والشكر في القرآن الكريم ازاي احزارك؟ الله يعطيك الفندم ابن terminege عن من الحامدين helplessاكرين يا رب امين أعوذ بالله السماء العليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وخير الأسماء بسم الله يا رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضره مع اسمه دا بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلي على الحبيب صلواته ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله خذ بالكم اللي هقوله ده سيد الحمادين أكتر واحد حمد ربنا هو سيدنا النبي طيب خذ اللي جاية وأكتر واحد حمد هو سيدنا النبي نترجمها بالبلد بتاعنا أكتر واحد حمد ربنا في الزكرة لو جينا الناس اللي حمد ربنا جينا نلتبهم الأول فالأول سيدنا النبي يغضل الأول على مستوى الدنيا أكتر واحد يقال الحمد لله الحمد لله طب اللي حمد أكتر واحد حمد سيدنا النبي الناس حمدوه عن طريق إيه الصلاة والسلام عليه تمام اسمها حمدو حمدو يعني بقولك إيه أحمدك يا رب وده حمد النبي بطريقة كناية يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طب نترجمها نسهلها شوية ولذلك سيدنا النبي من أسماء إيه محمد وأحمد إيه الفرق بين محمد وأحمد محمد يا فندم من اسم المفعول محمود محمد يرجع لاسم المفعول إيه محمود إنما أحمد يرجع لاسم الفاعل حامد مش هصعبه مش هلعبه كما تيلعيش أحمد أفعل تفضيل لما نقوله أحمد أطول من محمد فكذلك نقوله سيدنا النبي أحمد الناس أكثر الناس إيه حمدا الله كده خلاص خلص ومحمد يعني الناس بيحمدوه بيحمدوا سيدنا النبي محمد من محمود إنما أحمد من إيه من حامد ولذلك من أعجب الأحاديث اللي قرأتها في الحمد عشان يشوفوا إن العظمة الحمد ده عظمة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه وبيدي لوائل الحمد يوم القيامة مش فهم حين وبيدي بإيده لواء يعني راية الحمد يوم القيامة بيدي لواء الحمد يوم القيامة يعني واقف ماسك راية الحمد اسمعي بقى وما من أحد من الرسل من آدم إلى عيسى إلا وهو تحت لوائي ليه بيدي لواء الحمد لإن أنا رقم واحد في الحمد فكل اللي جايين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أقل من النبي يعني النبي الأول على دفعة الحمدين طب إحنا يعني الحمد لله بمعنى اللي هي بننطقها لفظا من عظمة ربنا يا فندي إن هو علمنا إزاي يحمد بدأ القرآن الكريم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه لسه أقولها دلوقتي بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالم وبدأ خلق السماء والأرض بالحمد في سوط الأنعام الحمد لله الذي خلق السموات والأرض طب والذكر بتاع أهل الجنة الحمد وقالوا الحمد لله الذي الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله تمام كده طب الحمد الملائكة تحمد والبناء أدمين بيحمده وخدي مالك وسيد الحمدين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالحمد ده صفة من الصفات اللي ربنا يحب أن يحمد هو ربنا يحب أن يحمد أن يحمد طب إذن ما فيش مسلم على وجه الأرض ما بيحمدش لأنه بنصلي وبنقرأ القرآن خدي مالك بقى من عزمة ربنا وكرمه للبشر أنه وحد صيغة الحمد يعني ما قولك حمد ربنا الحمد لله هقول لي سين من الناس هروح لأم اللي في البلد اللي بتخرط الملوخية هقول لها حمد ربنا تقول ليه الحمد لله هروح للرجل اللي في الغيط الحمد لله طب هروح لعميد جامعة الحمد لله فالحمد صيغة متساوية عند كل الناس ربنا نحمدك ازاي يا رب القوله وقول الحمد لله في القرآن كده قول الحمد لله يعني ايه ليه بقى ربنا وحد الصيغة عشان ممكن واحد متعلم شوية يحمد ربنا بصيغة أحسن من تانية لا فربنا قال لأ كلك زي بعض حلوة اللقطة دي اللقطة التانية بقى يا فندي إن الحمد ما بيكونش على الخير بس على الآآة الحمد لله الحمد لله الذي لا يحمد على مكرور سواه يعني ايه الشيخ أشرف ربنا نجاه مجرد ما طلع من العربية قال لك الحمد لله الحمد لله سبحان الله طب ربنا رزقني برزق كويس هقول الحمد لله لأ وساعات ناس تتجيلها المرض هل الحمد لله هتقولك الحمد لله بس أنا عايز حمد جميل حمد جميل يعني بريضة من القلب نابع من القلب مش أقول ايه ماشي ايه أخبار الشغل الحمد لله لا ده مش حمد ده استيبال بالبلد كده بس عال أقل لسانه لما تفضل تقولها هيتعود هتدخل في قلبه أنا عايز تطلع من جوه لأ فيه ناس تقول لهم معامل ايه زفت أعوذ بالله يبقى الحمد يا فندم الحمد صفة زفت أول كلمة تسمعها منهم أخبارك ايه زفت ده يقولك ايه ده أنا بحديفها عليه زفت زفت هيتعليك في الزفت هيخليزي كم مرة الشيخ الشعراوي قال كده قال انت انت بتحب الحزن هيديك هيديك حزن هبيتحب يعني احنا سمعه أنا فكرة زمنهاجي بقى أنا سمعلك الشيخ الشعراوي مش هو لما قال لها صنكر باب الحزن بمسمار الرضا رضي الله عنه صح بص كلام الشيخ الشعراوي ده من الناس الملهمة اللي بيقولوا كلام مش موجود في كتب من بقى قول الله تعالى وعلمناه من لدولنا علما تعود تسمعه شديدنا الشعراوي تدور في الكتب على الكلام اللي قالوا مش موجود في الكتب خد بقى يبقى الحمد صيغة متساوية مع كل الخلق الحمد لا يحمد الله على مكروه لإيه سواء خد بقى والحمد لا يكون إلا لله اه طبعا مفيش حد حد انا انت هتقول شكرا يا فضلت الشيخ الحمد لله انك عملتلي كذا اه دايما الحمد لله دايما لله الحمد لله ان ان انت جيت الحمد لله انك جبتلي كذا الحمد لله انه اداني المرتب يعني انا ممكن اعود يا فندم يبقى لي يا ورد حمد عشان تبقى مع الحمدين يوم الايام اعود كده بسبحيتك الحمد لله